برعب عاركو مرة تانية والنهاردة يوم مصيري للكرة المصرية أو لقطباي الكرة المصرية تحديدا في دوري أبطال إفريقيا الأهلي عنده مواجهة مصرية أمام فريق القطن الكاميروني ولازم يحقق الفوز ومعندوش أي بديل نادي الزمالك أيضا هو الآخر عنده مهمة ثقيلة جدا في الجزائر أمام شباب بلوزدات يعني عندنا الأهلي في الكاميرون والزمالك في الجزائر ومستنين منهم النهاردة أن هم يرفعوا رأس مصر والمصريين ويجيبوا نتائج محققة نحن كجماهير عايزين نفرح يعني الحقيقة احنا بنقول أن هي لقاءات مصرية ليه بنقول كده لأن الفرقتين مطالبين أن هم يفوزوا عشان يقدروا أن هم يوصلوا المشوار في البطولة هنتكلم عن المباريات دي بالتفصيل مع ضفنا اللي بنوارنا في الستوديو نهاردة الأستاذ سامح سمير الناقد الرياضي أهلا بك يا سامح يعني النهاردة احنا مهمتك صعبة شوية لأن أسألتنا لك هتبقى يعني صعبة عايزين نعرف كده الأخبار أصبح عليك الأول وعلى أستاذ مصطفى طبعا نهاردة يوم مش عادي يوم لجماهير مصر كلها لأن الجماهير مصر أهلي وزمالك طبعا ما احترامي لباقي الأندية وباقي الأندية الشعبية والجماهيرية ولكن هذا الأهلي والزمالك طبعا قطاع عريض جدا من جماهير مصر وكلنا بقى كمصريين خلف الأهلي وخلف الزمالك في دورة أبطال إفريقيا بطولة قرية مهمة جدا الزمالك سنوات طويلة غائب عن تتويج بدورة أبطال إفريقيا الأهلي طبعا غائب السنة اللي فاتت للظروف كانت قاسية وكانت صعبة جدا على هذا الجيل في هذا التوقيت الصعب طبعا أهلي عايز يعود من جديد فالتنين طبعا حزبة بيرمة الاتنين تالت المجموعة الاتنين لازم يفوزوا النهاردة واحد في مهمة انتحارية في الكاميرون وواحد مهمة لن تقبل القسمة تماما على اتنين سواء هو أو البطل الجزائري شباب بلوزداد في الجزائر فطبعا موقعتين ولا أخطر واحدة في الكاميرون واحدة في الجزائر والاتنين مطالبين النهاردة بالفوز عشان يحافظ على حضوظه داخل المجموعة الاتنين خلاص يعني الزمالك النهاردة تعادله أو خسارته خلاص أنا بقولك أنها هيبقى 100% الزمالك بره الأهلي النهاردة بقى غير الفوز هو بره خلاص انتهت الحكاية لازم الاتنين يفوزوا النهاردة الجولة الخمسة ثم الجولة الأخيرة فطبعا كان الله في عون الفرقتين السيناريوهات الفوز والخسارة بالنسبة للنادي الأهلي عاملة ازاي؟ بص الأهلي النهاردة موقفه مش صعب موقفه حرج جدا يعني عايز أكون متفائل برضو الأهلي دائما ما يبدع في الظروف الصعبة بحقيقة ويبدع في الخروج من عنق الزجاجة ولكن الموقف النهاردة صعب قوي صعب قوي الأهلي طبعا عنده خسارة قاسية مش هسين نركز عليها قوي أن الأهلي خسر بخمسية خلاص بتحصل لأكبر فرق العالم في تقصير آه في حساب لابد من الحساب ولكن المركب لسه في البحر أي سواء كان الأهلي أو الزمالك الاتنين دي حاولوا أنهم يوصلوا لا مش نيجي النهاردة أنا أقعد قدام الكاميرا وأطعف الأهلي وأتكلم عن الأهلاء نحن داعمين للأهلي داعمين للزمالك أنهم يعني خلاص يظهروا أفضل ملديهم في المباراتين النهاردة الأهلي طبعا زي ما حضرك عارف هو ثالث المجموعة الأول طبعا سانداونز عشر نقاط مسيطر ثم الهلال السوداني تسع نقاط مش قليل الأهلي أربع نقاط فقط حدث ولا حرج الأهلي خارج نطاق الخدمة بالنسبة للمنافسة ولكن حظوظه لازالت قائمة محتاج معجزة محتاج مش معجزة هو محتاج أنه يفوز النهاردة ولا ينظر تماما من دون أي فارق الأهلي يفوز النهاردة 1-0 أضمن لك حظوظه تماما ولكن هي الفكرة كلها في مبارات الغد مبارات الهلال وصانداونز الأهلي علشان يكمل مسيرته في دورة بطال إفريقيا لابد أن بكرة يهزم الهلال على ملعبه وهي دي صعوبة خرص التأهد نعملها صعوبة جدا مبارات في السودان والهلال مش طبيعي والأهلي لعب هناك في السودان وشفته الأجواء عاملة إزاي والفريق خسر إزاي والهلال كان ماسك في المباراة بإيده وإسنانه إزاي وده هيحصل مع صانداونز الكل خايف طبعا أن صانداونز يخسر من المباراة الكل تكلم عن سيناريوهات مش عايزين نتطرق إليها أنه ممكن صانداونز يسهل مهمة الهلال على حساب الأهلي مش عايزين نتكلم في هذا الأمر نظرية المؤامرة تماما نستبعدها ولكن صانداونز النهاردة عايز يحافظ على العلامة الكاملة عايز يكمل سلسلة الله هزيمة عايز يطلع أول المجموع عن قدارة واستحقاق فعايز يكمل سيناريوهات الفوز طب والقطن الكاميروني عامل إيه؟ القطن الكاميروني طبعا في قوي في لعبة ما عندوش حاجة يبكي عليها صف اليدين ما عندوش أي رصيد من النقاط هزم في كافة المباريات لكن تخاف منه وليه؟ لازم تحترم خصمك لازم تحترم خصمك ده رقم واحد أي أن كان الكرة ما فيش فيها خصم صغير أو بقى أنا فترة عديمة نشوف مفاجآت يعني مش بس في الكرة الأفريقية لا في الكرة العالمية عمتا في مفاجآت قاعدة بتحصل كده احنا محدش متخيل لا ده حقيقة فعلا المفاجآت في كل اتفرج على الدور الإنجليزي اتفرج على الدول الإيطالي اتفرج على دوري أبطال أوروبا لكن على مستوى الأهلي والقطن بقى الأطن طبعا زي ما قلت لك ما عندهش حاجة يبكي عليها ده رقم واحد رقم اتن المباراة على أرضه وعلى ملعبه وسطه جمهوره ده رقم اتنين رقم تلاتة فتحوا المباراة بالمجان اللي عايز يدخل ويجي ويشجع الأطن الكاميروني يكون داعب على ندي الأهلي ضغط إعلامي وضغط جماهيري وضغط نفسي داخل الملعب وضغط بالنسبة لظروف المجموعة الصعبة فالأهلي لازم يكسب المباراة يبقى سبع نقاط وبكرة ننتظر النتيجة إذا ما هزم الهلال بكرة أنا بقول لكم الأهلي إن شاء الله ثاني هذه المجموعة الصعبة والشرسة في حال فوزه إن شاء الله على الهلال في المباراة الأخيرة لأن الهلال هيجي لك هنا على ملعبك تقدر إنك إنت لما تفوز عليه تتأهل إنت بعشر نقاط وهو يفضل عند دسع نقاط فيتأهل خلف ساندونز مباشرة نفس السيناريو بالكربون الموسم اللي فات الأهلي دائما ما يبدأ في اللحظات الحارجية ولكن للأسف النهاردة هنشجع الأهلي كنا نقام مصريين بالطبع وننتظر مباراة الغد الحين الفصل في موقعة الهلال وساندونز طب إحنا محتاجين نبتدي المباراة إزاي يعني نهاجم ولا ندافع محتاجين نعمل إيه عشان نضمن بقية المباراة تبقى معنا بس أنت ما عندكش حاجة تبكي عليها خلاص خلاص وقت خلاص بقى ما عندكش حاجة تبكي عليها القط مقامش فريق سهل بس أنت درسته هنا في القاهرة وعرفت التلاب عليه كويس قوي وعرفت كسابه بشكل مميز جدا وقدرت تعرف نقاط القوة والضعف فيه ولكن المباراة على ملعبه في الكاميرو ليه حسابات أخرى لسه متكلمين فيها بالتأكيد مارسل كولر الموديل الفني السويسري عنده استيعاب لهذا الأمر لابد أن يصل إلى التشكيل الأمثل في المباراة لابد أن يعتمد على الصفقات الجديدة وده اللي حصل في اليومين اللي فاتوا أنه هو بدأ في جلساته مع اللاعبين هو مش بيدرس القطن فقط أو بيعتمد على لقاء الذهاب فقط ولكن هو تكلم مع اللاعبة اللاعبة لابد أن تدافع عن نفسها داخل الملعب اللاعبين لابد أن يردوا على كافة المشككين في قدراتهم داخل الملعب اللاعبين عندهم ضغط نفسي وعصبي وإعلامي وجماهيري غير طبيعي لازم يردوا عليه النهاردة في الملعب موقف المجموعة صعب جدا ضغط الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة اللي بلغهم عن طريق الكابتن سيد عبد الحفيظ اللي هو مدير الكورة أن لابد أن تعلنوا عن أنفسكم لابد أن تفوزوا بهذه المباراة لابد أن تعيدوا الفرحة لجماهير النادي الأهلي كل هذه الضغوط تحت أعين مارسل كولر ولاعبي النادي الأهلي فكولر كلامه واضح مع اللاعبة خلال يومين اللي فاتوا انسى مباراة سانداونز تماما ده واحد الخماسية انساها تماما انسى ظروف مجموعتك تماما ما تنظرش للقاء القادم ما بين الهلال وواع سانداونز ما بصش نتائج الآخرين ركز على مباراة القطن الكاميروني فقط كي تبدأ في الملعب وتخطف الثلاث نقاط هو ده أهم شيء نهارده للأهلي أمام الكاميروني أو القطن الكاميروني انتقادات كتيرة جدا وجهت لحرس المرمى محمد الشناوي وناس كتير قالت أن مستوى تراجع بشكل كبير هل ممكن يبقى فيه تبديل في المركز ده ولا تفتكر أن هيتم الاحتفاظ به بص احنا عندنا اكتهدات كتير جدا دايما بتحصل لما بيتعرض أي نجم إلى أزمة هل محمد الشناوي في أزمة أنا بقول لك هم هو في أزمة طبعا على مستوى نتائج على مستوى الأهداف اللي استقبلتها شباكو على مستوى الضغط الإعلامي والجماهيري اللي هو بيوجهه خلال الأوانة الأخيرة على مستوى اللي حصل في المباراة رغم أنه حارس المرمى بقدر بيقول لك أنهم رفاح يعني هو ما فيش حارس تاني يقدر أنه هو يهدد مكانه حتى بعض النقاط قاله لازم يكون فيه واحد تاني يعد على الدكة مخوف الشناوي شوية عشان كده أداءه يتحسن بصوليك على حاجة محمد الشناوي أو أي حارس مرمى مميز ما بيلتفتش لذكة البودلاء لأنه هو عايز يحافظ على مستوى أمام الجهاز الفني أمام مجلس الإدارة أمام جماهيره قبل كل دول فهو عنده مسؤولية أمام نفسه محمد الشناوي يعني من غير ذكر أسماء نجوم كبار جدا فضلوا متربعين على عرش النجومية لحراسة المرمى سنين وابتدى مستوىهم ينزل شوية أعدوهم حد على الدكة مستوى متحصل لا ما أتبص يا تلاشف إكراميو سبت البطل وأحمد شبير في وقت من الأوقات ودائما وأبدا الأهلي الحارس الأساسي جنبه حارس عملاق على الدكة كلام حضرتك صح بس أنا عملت شقين الشق الأول محمد الشناوي مش محتاج حارس مرمى تقيل على دكة البودلة عشان يحافظ على مستوى وأنا بقولها لأنه يمتلك من الذكاء اللي بيخليه عارف كويس جدا أنه هو حارس الأهلي الأول خل النادي أيضا اللي بتخليه قدامك على الشاشات كتا لازم يظهر بأفضل المستويات ده واحد لكن هل ده معناه أن الأهلي ما يكونش محتاج لحارس مرمى؟ لا طبعا اتنين أقولك أن الأهلي محتاج زي ما حديك تفضلتي وقلتي الأهلي محتاج لحارس مرمى سوبر نجم شباك أيضا على دكة البودلاء بس للأسف الصعوبة أنت ما بقاش عندك لاعبين مبيزين ما بقاش عندك حراس مرمى مميزين ده مواسق طبعا لعبين سوبر كما الأهلي محتاج مهاجم سوبر مش لاقي وكولر أيل لهم على شروط معينة مش لاقي مش عارف وبيعتمد على القماشة الموجودة وكولر بينضغط وبيضغط لعبته أنه بيضطر يعتمد على واحد زي بيرسي تاو أن يلعب بيراس حاربة رغم أن عنده محمد شريف وعنده كهرباء وعن شدي حسين وكان ممشي صلاح محسن ومشي حسام حسن لأنه مش لاقي المهاجم السوبر فالعملية بقت صعبة شوي بقت صعبة شوي لكن الشنوي أنا بقول لكم هذا الرجل بيمتلك من الخبرات ومن الثقة اللي تخليه نهاردة يكون حارس المنتخب الأول وحارس النادي الأهلي سأقول لك حاجة أنا مش مقتنع أنه نهاردة مية وحاجة مليون ما عندناش تعيبة كويسة احنا عندنا لكن احنا مش قادرين أنه نوصل لمواهب صح بالزبط يعني خلينا نتكلم صراحة بص لي خليح حاجة الدولة دلوقتي في اتجاهها نتكتشف المواهب ده صح كابيتانو مصر عشرة على عشرة 100% كابيتانو مصر وغير كابيتانو مصر عندك النهاردة بيحاول يلعبوا على النشأ بشكل محترم وده كويس جدا ريسا فتح سيسي لما خرج وقال أكيد يعني مصر ما فيهاش محمد صلاح واحد أكيد مصر ما فيهاش مدير فني واحد محترم يقدر يمسك المنتخب عيد ده صح وللأسف فين العين اللي تكتشف هذه الموهبة ده بنحاول نعمله هياخد وقت الدولة دلوقتي بتهتم هياخد وقت قادي واحد اتنين الدولة المصري عندك فيه شوية أزمات خاصة بتعاقب البطولات خاصة بالتوقفات خاصة بأن الموسم بيبقى طويل اللعيبة بتخش في مستشفى إصابات في الأهلي والزمالك فالدولة المصري بيحاول يفرز لاعبين وده بيبقى صعب جدا فالأندية كبيرة زي الأهلي والزمالك بيلجأوا للصفقات الخارجية إلى جانب الصفقات المحلية فنرجع تاني للشناوي عشان كنت بتقولي هل هيلعب ولا لأ أو سيد مصطفى لا هيلعب ولا لأ لأ الشناوي متواجد النهاردة لأن الكتير اتفلسف وتكلم وقال للشناوي لأ النهاردة انت عندك مباراة مهمة جدا ما يفعلش انك انت اعتمد على الحارس البديل أيا كان اسمه لأن الحارس القوي بيدي طمأنينة لخط الدفاع انه هو يقدر انه هو يبدع في المباراة فلابد انك تعتمد على حارس كبيرة زي الشناوي صعب النهاردة تعتمد على لطفي مع كامل احترام لي حتى لو كان يستحق القلق يساور ويسيطر على مية عقبة في مباراة يعني هتعقد خارج الحدود في الجزائر الزمالك فرصه عاملة ازاي وخصوصا انه فيه كلام على تراجع مستوى وطبعا اللي حصل في مجلس الادارة ربما مؤثر برضو على اللاعبين تفتكر حظوص الزمالك النهاردة هتكون عاملة ازاي طبعا نفس السيناريو اللي قلناه مع على النادي الاهلي هو بينطبق على نادي الزمالك النهاردة الزمالك في صراع مع الثلاث نقاط امام البطل الجزائري شباب بالزداد فريق كويس بالمناسبة ولكن الزمالك بيمتلك من الخبرة ويمتلك من الشخصية ويمتلك من المهارات الفردية في اللعيبة للخلية يقدر يحسم مباراة زي دي بس هل الزمالك جاهز ومؤهل لمثل هذه المباراة هو ده السؤال اللي النهاردة لازم يجيب عليه فريرا المدير الفني لنادي الزمالك لأن الزمالك مستوى متراجع اللعيبة مستواها متراجع فرمة اللاعبين وماشية اللاعبين اليقى البدنية لللاعبين المهارات الفردية لللاعبين انهاء الهجمات في اللاعبين كل ده في تقصير بالزمالك 100% 100% ده ظهر فيه بطولة الدوري الممتاز ظهر على مستوى دوري أبطال إفريقيا أستثني من هذا المستوى مباراة التراجي الأخيرة اللي الزمالك قدر يتقلق فيها بثلاثية ولكن يعني عايز أخلي الزمالكوية يطمنوا شوية أن الزمالك أدها طبعا لأنه حاله حال الأهلي بيقدر يبدأ في اللحظات الحرجة ولكن ما تتخدعش برضو بمباراة التراجي لأن الزمالك مستوى متراجع طب يا سامح أنت يعني بتحبط جمهينات الزمالك قبل المباراة لا طبعا وهو ده السؤال المهم اللي لازم يجيب عليه في رييرا النهاردة أنه يروح الجزائر ويخطف الثلاث نقاط عشان يبقي على حظوظ نادي الزمالك التراجي في المقدمة 9 نقاط ثم شباب بلوزداد 6 نقاط ثم الزمالك أربع نقاط وبنفس الرصيد أربع نقاط أيضا المريخ السوداني النهاردة الزمالك لازم يفوز في المباراتين حاله حال الأهلي يعني النهاردة المباراة لن تقبل القسمة على اثنين تماما لا هيسمح لك بده المنافس الجزائري ولا أنت المفترض أنك تسمح النتيجة تخرج عن الفوز لأن حتى التعادل مش هيبقى مقبول لأنك برضو هيبقى معناها أنك خرقت رسمي من المباراة وتنتظر أقدام الآخرين هي لتجيب لك التأهل فإذا كان الأهلي والزمالك عايزين يتأهلوا للدور الثاني فلابد أن تعلن اليوم عن نفسك كفريق كفريق مصري إفريقي يستحق التواجد في الدور القادم لدوري أبطال إفريقيا هل استفقات زي بالحاج ونصر من سيكون لهم دور النهاردة ولا لا من الممكن يكون بالحاج النهاردة ليه دور بس عايز أقولك أن فريرا بيعتمد على توليفة معينة زي كولر يعني لو قبل ما نختم هل فريرا متوقع يعني هل هو متوقع دايما في المباراة فعشان كده يمكن هي دي اللي بتبقى مشكلة بصي مش مشكلة هو أي مدير فني عايز يوصل للتشكيل الأمثل عايز أنه هو يثبت التشكيل ليه علشان مباراة مع مباراة يحصل تجانس يحصل تقلق تمر به لحصد البطولات سواء كان على مستوى المحلي أو على المستوى الدولي القاري فالنهاردة فريرا أنا أتوقع أنه مش بفيه مفاجآت في التشكيل إلا باستثناء عودة الوينش زي ملاقي في المباراة اللي فاتت في الدوري هيلعب النهاردة إن شاء الله حيبه متواجد في خط الدفاع وبيدي طمأنينة شوية لمحمد صفي حارس المرمى والخط الدفاع نادي الزمالك بالحجم الممكن يسلد في الشروط التاني من الممكن ممكن نلاقي مفاجآ أنه هو بيعتمد عليه ولكن أتوقع أنه هو حيفضل نفس تشكيل الزمالك محمد صفي حارس مرمى هتلاقي حمزة المفلوثي باك يمين وأحمد فتوح باك شمال هتلاقي الوينش مع حسام عبد المجيد هتلاقي روئة ودونجة وسيف جعفر في وسط الملعب هتلاقي في الهجوم أحمد سيد زيزو والجزيري وطبعا الزمالك دي مفاتيح لعب مهمة جدا للزمالك ولكن الإصابات للأسف سلامات ويرجعوا بالسلامة فمش هتلاقي النهاردة كتير مفاجآت لأنه هو عايز يكسب باللعبين دول ولكن هم الزمالك اللعيبة كلها لو قدرت النهاردة تستوعب فكرة أنك انت ثقافة الفوز والحفاظ على البطولة أنك انت تروح تاخد الثلاث نقاط هي دي الروح اللي تقدر تؤدي بيها هي مش أسماء لعبين بالمناسبة أهلي والزمالك مش أسماء لعبين نهائيا ولا اسم مدير فني تماما هي روح الفانيلا الحمرة هي روح الفانيلا البطولة بالزعل أن اللعيبة فهم مسؤولية يعني الفانيلا الحمرة يعني الفانيلا البيضة يعني الناس كلها بتتكلم دايما في مسؤولية اللعيبة تجاه النوادي دي لأن دي النوادي المصري اللي احنا اترابنا عليها يعني احنا مش حابين أن نشوف النتائج دي النهاردة وعايزين نشوف نتائج أحسن بكثير ونتمنى لهم أكيد كل التوفيق ومش عيب كمان نتكلم في حاجة مهمة جدا أن النهاردة بتفتح النيران تماما على الزمالك وعلى الأهل في حالة الإخفاق النهاردة أنت لو خرقت من البطولة الفرقتين شيء محزن طبعا للكرية المصرية هتبقى ليلى حزينة جدا على جماهير مصر كلها ولكن لابد أنك أنت قبل ما تهاجم وقبل ما تنتقد الأهم أنك أنت تعيد البناء وتحاسب عشان تقدر ترجع تاني لمكانك فأقل من موسم واحد بعيدا عن العواطف سؤالي الأخير اللي ممكن نرجع له ويبقى تريند متعرفش فيك توقعتك إيه لمباراة الأهل ومباراة الزمالك كم كم علشان النهاردة المتش يعني خلينا نتكلم في التوقعات أنت في تمني وفي توقع المباراة اللي زي كده خاصة في يعني منعطف الأخير أو قبل الأخير من المنافسات خاصة على مستوى دور المجموعات بتبقى صعبة جدا النهاردة الكل متوقع أن الأهل هيروح يفترس القطن الكاميروني هل الأهل هيبقى قادر على هذا الشحن النفسي والمعنوي واللقاءات اللي تمت ما بين اللاعبين وبعضهم وما بينهم وما بين كولر في المحاضرات الفنية وخلال المران بتقول أن الأهل هيفترس القطن فأتمنى الفوز أتمنى الفوز ما داشت توقع مثل هذه المباراة ولكن هل من ممكن تلعي إخفاق مش عايزة أتكلم في ده علشان مش عايزين محبط الجماهير قبل المباراة الزمالك نفس القصة النهاردة هل الزمالك هيظهر بنفس مستوى مباراة التراجل اللي كان فيها بعض السلبيات برضو للعيب نات الزمالك ولكن الرقبة في الفوزكة موجودة فقفة الفوزكة الموجودة ووصل فممكن الأهل نهاردة يوصل على حساب شبابه ويحرجوا خارج ملعابه ده اللي بنتمنى ولكن هل يخفق الزمالك مثلما تخوفنا عليه زي الأهلي ده اللي انت تخاف منه النهاردة لكن إن شاء الله إن شاء الله يكون وشين حلو على الأهلي والزمالك إن شاء الله النهاردة جماهير مصر تنام فرحانة إن شاء الله يكون الفرقتين علجوا الأقطاء والسلبيات في الجوالات اللي فاتت على مستوى دار أبطال إفريقيا وعلى مستوى دار الممتاز وكل جماهير مصر النهاردة تنام فرحانة للأهلي والزمالك بإذن الله نشكرك سامح سمير النقد الرياضي شكرا لك ونتمنى كل التوفيق أكيد لقطباي الكرة المصرية شكرا جزيلا لك سامح